اشتركوا في القناة واستذكر رعاه الله في هذا الجانب إسهامات الراحل المطران كاميلو بالين ومساعيه الخيرة وعرب جلالة الملك المعظم عن فخره واعتزازه بما تحظى به مملكة البحرين من تاريخ عريق في التأخي والتعايش حيث تحتضن على أرضها مختلف الديانات والمذاهب التي تعيش كأسرة واحدة متحبة مترابطة بفضل وعي شعبها وتمسكه بالمبادئ الإنسانية النبيلة مؤكد أن جلالتها نجهود مملكة البحرين ومبادراتها العالمية الرائدة تهدف إلى ترسيخ وتعزيز ثقافة التقارب والعيش المشرك والحوار بين الأديان لما فيه خير شعوب البشرية جمعاء كما استذكر جلالته خلال اللقاء الزيارة التاريخية الكريمة التي قام بها قداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان لمملكة البحرين ومشاركته في حوار الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني بإضافة إلى لقاء جلالته بقداسة البابا فرانسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية في مقر قداسته وذلك بمناسبة الزيارة التي قام بها مؤخرا جلالته إلى حاضرة الفاتيكان وشد جلالته بحكمة قداسة البابا ومواقفه الداعمة لكافة الجهود التي تهدف لنشر السلام في المنطقة والعالم أجمع واستعرض جلالته مع المطران ألدو براردي عددا من القضايا التي تسهم في نشر ثقافة الحوار والتسامح الديني بين أتباع الأديان السماوية والتزام نهج الوسطية والاعتدال ونبذ التطرف والغلو من جانبه عرب المطران ألدو براردي عن شكره وتقديره لجلالة الملك المعظم على ما تحظى به جميع الديانات في البحرين من تقدير ورعاية واهتمام دون تمييز وتوفير دور العبادة لمختلف الأديان مثمن أن جهود المملكة في نشر قيم السلام والتعايش والمحبة بين مختلف أشعوب والأديان ترجمة نانسي قنقر